وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت بها سالفة تقول اكو سيارة منشئة قديمة طالعة من البصرة للنجف ومقبطة فول بالطريق واحد واقف بالشارع عشر للسيارة يريد يروح للنجف السائق قال خطيئة خلقوا قفلة دنيا الظهر وحارة ولو ماكو مكان خلي يوقفوا الممر تعرفون اكو ناس تخلي غراضها بالممر ما للسيارة واكو عجوز عندها دجاجة وديتش رابطتهم رجل برجل ومخليتهم بالممر هذا المسكين اول ما صعد ما منتبهه شفه صبط ضد دجاجة ما يدري خطيئة العجوز شالت روحه ودقتها بالقاع وصاحة الله هو اكبر ما تشوف اعمى هسه تخسرها الرجال خطيئة استحار تبك عرق واحد من الركاب قل لي اذبح الدجاجة خطيئة ترى هاي ده تتأذى فصاحبنا ما اجهده بخبر اخذ ستشين وذبح الدجاجة وظلت الدجاجة النوب اتطفر بالممر ودمره تهدوم الناس دم وكل الركاب قاموا ويصيحون عليه واحد من القاعدين قل لي هاي اثول حشم نيسمع التغير تقص رجليها حتى لا تقمز مو اه دمرتنا اه دمرنا من وراك الله ليه وفقك الرجال همه شذب خبر دنك يقص رجليا الدجاجة ونسى انه الديج مربوط وياها رجل برجل وقام صاحبنا وقص رجل من الدجاجة ورجل من رجل الديج العجوز طفرت لشايطة الله واكبر على راسك الله ينتقم منك السويت الخسارة صارت بخسارتين اكو شايد قاعد بالاخير باخير السيارة قل له ولك انت صعدت ويانا من الكوفة للنجف لعبت بنا طوبة لو صعد ويانا من البصرة للنجف كان سويت بنا ولا عادت جماعة لو حاكمين البلد من الخمسينات كان هسا الكل من قرضين ولحد يسألني منه الجماعة جبناها على اليابان ولا يروح بالكم بأيدي